اتفضل. يا سيد العزيزي انا عندي زوجتي من بعد الولادة. ايه. عندها وسواس نجاسة. ايه. فما بعرف اللي بطل اتميز بين الوسواس وبين النجاسة. عندي حتى القفلة صغيرة لما تتقيأ لسا القفلة بترضع. بتقول هادا نجس. وكل شي في البيت صار نجس. فانا والله يا شيخ احترت معها. انا عارف انه زوجتي مواضبة على الصلاة. ومواضبة على الكراءة ومواضبة على الاذكار وكل حاجة. وانا قلت له هادا عشان الشيطان يعني انت مش عارف تخلك من اي باب. صحيح. فما بعرف. ايش اللي انت نصحنا فيه كراءة قرآن. اوش نسوي. والله يعني حيالة طاقة. طيب اه هي الان تسمعني يا محمد. هي تسمعها كوية. اذا بحب تحكي معها انا بحطيك تحكي معها. والله ايه. اللي تشاء اذا كان الامر. طيب اه خليها تكلم. طيب. حتفضل لا يحكي معها. ايه. اه اختي الولد الله يحفظ لكم كم عمره الان. الصغير. عمر شهرين ونص. عمر شهرين ونص. يعني لسه ما يأكل طعام. يشرب حليب بس. لا. هو ولد ولا بنت. 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 طيب اختي ترى نجاسة الصغار اه يعني لا يشدد فيها. يعني اذا تيقنتي انتي ان اصابك منها بول او كذا. فتغسلين غسل عادية. لا تشددي على نفسك في ذلك. القيء ايضا اذا كان في مثل هذا السن في الغالب نلقي التطريش ما يكون متغير. فهذا لا يعتبر نجس. يعتبر طاهر. الا اذا كان تغير. اه. ولا تشددي على نفسك في مسألة ان اذا نجس. ولا مثلا الفرش كلها نجسة ولا غيره. تقول ذا كان له ريحة ما اجل قيء. اذا كان. اذا كان له ريحة شديدة. فهذا نعم. يعتبر له حكم النجس. على قول بعض العلماء ايضا. فهذا تغسلين عادي يعني. لا تشددي على نفسك في تتبع النقط. لانه اصلا مختلف في نجاسة. ليس مثل البول. يا ريحة شديدة شديدة يعني. حتى لو كان ريحة شديدة. هذا يغسل غسلا يسيرا ينضح بالماء. بس. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظك